سائق شركة النقل الذكي المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد يدل بأقواله أدلى سائق شركة النقل الذكي بأقواله أمام جهات التحقيق بعد اتهامه بالتحرش بالفنانة هلا السعيد حيث انكر جميع الاتهامات المواجهة إليه وأوضح السائق أنه اضطر للنزول من السيارة لقضاء حاجته نظراً لمعاناته من مرض السكري مؤكداً أن نزوله كان في حالة ضرورة قصوى بسبب مرضه المزمن كما ذكر أنه يعمل في هذه الوظيفة بسبب حاجته الملحة للعمل مشيراً إلى أنه فور نزوله من السيارة لقضاء حاجته فوجئ بنزول الراكبة معتقدة أنه كان يتحرش بها الفنانة هلا السعيد تتهم سائق أوبر بالتحرش في المقابل كشف الفنانة هلا السعيد عن تعرضها للتحرش من قبل سائق أوبر من خلال فيديو نشطرته عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام وصرحت السعيد في الفيديو أنا حالياً على محور الضبعة وكنت أركب سيارة أوبر وفجأة وقف السائق السيارة ونزل منها وقال لي إنها سخنت وعندما نظرت خلفي وجدته يفك حزام بنطالي فقررت النزول من السيارة بسرعة وأضافت قال لي السائق لا تخافي لا تخافي لدي مرض السكري ويجب أن أدخل الحمام كل فترة وتابعت السعيد نزلت من السيارة وتركت حقيبتي فيها ولحسن الحظ كنت أتحدث في الهاتف قبل أن تقف السيارة فاتصلت بأحد أصدقائي وأخبرته بما حدث تصاعد حوادث التحرش والخطف من قبل سائقي أوبر في الأونة الأخيرة انتشرت العديد من حوادث التحرش والخطف من قبل سائقي أوبر حيث تنوعت الوقائع بين التحرش والخطف وبعض النساء ضحين بحياتهم للحفاظ على أنفسهم وأصبحت هذه الحوادث حديث مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر